غشين ولا فرحانين اليوم ماروين هو اليوم اليوم غشش مرة اخرى لانو لانو فما فما ممارسات حتى بديت ويكاند ايه بخاطر فما ممارسات اللي يلزمنا يلزمنا نحكيه عليهم ويلزمنا ويزمنا ندو بهم اه واليوم مش نحكي على مسألة هي في الحقيقة سياسة الهجرة الانتقائية اللي تعتمد فيها اوروبا السياسة دايش نيز سياسة اه تخي كريتيكابل بتباع المستوى الاخلاقي ونبو مورال ولكن على المستوى العملي شمعناها معناتها نجي ونحن الهك البلدان اللي اللي حتلينهم اقبل الاخرهي ونحبو نختارو حبو نعملو نحبو نختارو ناس من عندهم هما اللي نجيبوهم عنا وما نحبوش الاخرين اللي يجيوا بطريقة غير شرعية الى اخرهي في الاطار هذيا الحكم اليميني المتطرف اللي موجود في ايطاليا عمل قانون جديد القانون هذيا فيه وحكي عليه الناشط السياسي مجدي الكرباعي بتباع فيه اه ثلاثة اجراءات كبرى تخص المهاجرين اللي اللي غير نظاميين او المهاجرين اللي ما هومش مقيدين نقولو نحن عندهم اه اه فبالتالي اه المهاجر مثلا اللي ما عندوش تصريح اقامة ما نجمش ياخت كارتسي من اي بلاسة كانت ما نجمش يكون عندو تليفون ما نجمش يتواصل مع ناس اخرين او يتواصل مع عائلته في البلاد اللي 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 يجاي منها عشرين سناء حبس عشرين سناء حبسة لكل اعمال شغب او مقاومة داخل مراكز الحجز والترحيل والسجون نفس المراكز اللي فيها اه يعني محلولين على اعمال متع تعذيب ومتع سوق معاملة معنتها المهاجر الغير شرعي اللي تم اداعه في اه في مركز حجز يلزموا يتحمل سوق المعاملة ويزموا يتحمل التعذيب ورد بالو يتحرك ما كانش نضربوه بعشرين سناء حبس اللي اللي يعذب فيه كان يتحاكم ما يخذهمش بعد حتى لابين مهاش 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 بروبورسيونيح والحاجة الثالثة اللي اه الكل ما يخص سكوات اللي يشغل اي 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 عقار او اي منزل مغير بدون سيفة قانونية سبعة سنوات حبس اه اللي هو ايضا معنتها عقوبة عقوبة مشطة هذي الكل في اطار اه سياسة كاملة وترسانة التشريعية اللي باش تمكن ايطاليا في الحالة هذية وغيرها من البلدين باش ناخذو كان الطبيب ناخذو كان المهندس ناخذو كان البلومبييه ناخذو كان وكان نزم حتى في بعض الاحيان ننصرف على التكوين متاعوه اما الاخرين نعذبهم بالطريقة هذي. وفما اي اتركة اه عندهم هما كيفو كوشي انك تكون مسيحي. هذي اه زادة مال حاجات اللي هما ماشين فيها في هالسياسة الاختيار. فما دول كيما امريكا واضحة ماشا في السياسة متاع اه ان اميقراشون اه شوازي حاشنا اه بالمهنة هذي هذي المشكل قلناها ماروين احنا هونيه في سيست ال يعني دوب اللانجاج داعليبوكريزي انيفاق وكهو معانيش كلمة اخر. منفهم مغشك ماروين وين معاك في مغش ولا فرحان. زوز. اه? زوز نبديو بال بالمغسش خمشيو الفرحان بولا عالخيلة ناخدت مغش لانو ما عارش كن نازل سكون نطلع على الخبر متاع ثلاثة رياضيين اللي حرقوا. بشير قروي ساختن معا وبحديك. اكيد. ثلاثة رياضيين مش هوا معناها في معناها في طار بطولة عالم يرفع الاثقال للشباب. ما عارش كيفاش خفيقوا بهم الا غادروا مقر الليقامة بتاعهم في اسبانيا وتوجهوا لسويسا. يعني انا نحب نفهم عليه شنوصلوا الى انو معناها شنودي يخلي شاب انو يستغل ونعرف انو هو بيحب الفرصة دي لكن انتي مش تمثل في راية وطنية. الى متين نزيف هيدا بشي قدره سار في المولاكمة سار في اللي رفع الاثقال سار في الجدو. مم. وباقي وزارة شابه رياضة ما تنبتش. هدا في كورت قدم نارفه هل. لأ تو انتي تحرق من من هنا عبر القارب هذيك حاجة اخرى. ما انك انتي الدولة تا تخلص لك بعث. وتعطيك حاق النزل وتخلص لك التذكرة متعطيل بش تمثلها. في محفل دولة تعلقي لمثلها حتى كي بش تحرق من بعد. فهمني. من با يحضروا معناه للمسابقة ويخرجوا من غادي غادي. اول ان هنا لابد مزيد ليحاطة من قبل جمعات الرياضية. ثانية حاجة وزارة شابه رياضة يزم ما تنبه واذا لزم يا اخوي هالرياضات الفردية. تا وشوف يقول لك احنا الظروف اللي خدمنا فيها ظروف متعبة وناخدوا في منحة بمئتين دينار. تنتي اصلا نعاطا عن العمل ولقيت منحة بمئتين دينار تعطيل فيها وزارة شابه رياضة. صحيح معك لكي موقتي توس الخطر مش نبديو ما غلطوش النيس. راو في التحذير المسابقات هذو ما الأولمبية والافريقية راو على حسب النتيج متاعك عما تجي تحسن المنحة اللي ترصد هالك الدولة من اجل التدريب. وبالتالي هذي الفينومين هذي زميق في خطر موسيقى لسمعة تونس اكثر منه حاجة اخر. الخابر الفرحان بيه انه وقت اللي اه الاتحاد الدولي اللي نشيرين ينشأ القائمة السنوية متاعه الاكثر الدول نشرا للكتب. نلقا وبوه امريكا هذي كمان تحطوش فيها لكن في اه معنا نحكي ولا ربعمية وخمسين وخمسمائة مليون مواطن. نلقاو تونس باثناشين مليون مواطن نلقاوها تتصدر قائمة الدول العربية في اكثر دول نشرك يعني قبل مصر وقبل معناها سوريا وقبل العراق وقبل دول الاتي معناها معروفة على قيلة في المجال الادبي والثقافي. هذا يقول يقول شنوه معناه يقول وانو سياسة بورقيبة في الريهان على المادة الشخبة ممشيتش هباء خاطر كي تدخل انت للصحف اليومية كل يوم تلقى على قيلة مخاصين صفحتين او تلاثة للانشتة الثقافية وانشتة مهمة جدا تحسوا انو البلاد هذية رغم كل الظروف والعراقي اللي عاشتها على هذ مرة تاريخ تبقى من اكثر الدول اللي تبهرك في عديد المحافر وفي عديد الاشياء اللي انتي ما تتوقع حيش. اه تحية كبرى معناه ليبونات الوطن وتحية كبرى لشعب التونسي والمادة الشخمة. شكرا مهدي شكرا مروين اه نفهم اه انا معاك الفرحة هذية ومن اه اه احلى الاخبار اللي سمعتهم من الاسبوع بش ناخدو فقط بعض دقاق على الاخبار دقيقتين مع اه بشير اللي اليوم بش حكي عالفرانسيس قاركي خويا الفرانسيس قامو شيخين اليوم.